اغمض عينيك وتذكر تسبيحا حلوا كالعنبر واجعل إبصارك لتقوى عنوانا للحب الأخضر واجعل إبصارك لتقوى بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبوا الله لما يغضوكم من نعمه واحبوني لحب الله واحبوا اهل بيت لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احبوا الله سبحانه وتعالى احبوا الله احبوا ايضا شيء الذي يجب أن الله سبحانه وتعالى في كل شخص من الناس يجب أن يتحرك إلى صحيح ويجب أن نفهم هذا يجب أن نتعلم عنه ونحن عنه ونحن ونحن نحن 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 بالمعشرة من ذات من الناس بالمعشرة ومعشرةany , بلادات من serene التحراب كل كبير التي تحصل ل الله سبحانه وتعالى تحراب المق fique قوانية الله سبحانه وتعالى ، وئ파 التي بما أننا ؟ سبحانه وتعالى بنا حسنا لابعه وحبه لذلك الтомعه أيضاً لدى العب في الله وحب الضرم لدى قرارة اللهم ومعنى كيف تفهم هذا؟ كيف تستذيديه؟ نحن نحن نقطع ستده أخرى واحد وان هذا إنشاء الله أنت مجدداً لتأخذ في المنزل في المنزل 24 من هذا المنزل إن شاء الله في المنزل 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 سأأتي هنا وأنا سأعطيكم بعض الأشياء من هذا الجميل روضة المحبين من إمام إبن القيم الجوزية رحمة الله سأذهب إلى بعض الأشياء وفهم ما نفهم ما نفهم محبت ، محبت ، كيف يبدو محبت ، موجودة من أجل ومن ثم الكثير من أجل ومعنى أشياء ومعنى محبت من الله سبحانه وتعالى ومحبت من رسول الله سلاله وليس سلم كيف أولياء الله كانت أحب من الله سبحانه وتعالى ومعنى أنهم أحبوا رسول الله سلاله وليس سلم ومعنى أنهم محبت من رسول الله سبحانه وتعالى ومعنى هذه الأشياء ستكون محبت بسرعة دائما إن شاء الله ، أرجوك ومعنى ومعنى الله سبحانه وتعالى لنا جميعا جزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اجعل امصارك لتقوها عوانا للحب الأخضر فالله الخالق أبدعه كي تستمتع كي تتطهر بأمور لما حل لها صارت عسلا نضحت سكر ننظر للكون ننظر للخير ننظر للزوجة أو للطير أما العورات فيابوسا ستكون ونغض الأبصار بحب فحساب الملكين